أهلا بكم مشاهدين في عدد جديد من برنامج هي الحدث عدد نخصصه اليوم للمرأة في السينما الجزائرية أعتقد أن الجزائري يحب المرأة لكن ممكن يخاف منها موضوع الهام لحد الآن هو دائما المرأة لكن صعب أنك تصور أفلام حول هذا الموضوع بكل حرية تكرمت علينا بعرض حصري لمقطع من الشريط الدعائي لفيلمك الجديد والعنوان حزام هذا الفيلم يتناول المرأة الراقصة أو الراقصات أو الرقص الفيلم ليس فقط عن الراقص الفيلم عن مصدر الحياة اللي هو البطن مصدر الحب اللي هو المرأة الفيلم يحكي عن الأنا عبر المرأة عبر جسد دعنا نشاهد حصريا كما قلت على فرانس منتكات هذا المقطع من فيلم حزام موسيقى المرأة في الحزام من هي؟ هي الأخت الزوجة الأم هي كل نساء العالم لذلك هي ليست فقط جزائرية هي يابانية روسية إفريقية هندية النساء اللي علموني شو معناها الحب وشو معناها الاحترام وشو معناها القيام وشو معناها كيف تمشي في الشارع وكيف تشوف الناس هل ستعرضوه في الجزائر؟ لحد الآن لما أفكر في أي فيلم لا أفكر في أي جمهور لكن لا أخاف من الجمهور الجزائري لأنه له ذوق وسيصل إلى الفيلم مهما كان حميد بن عمرة كلمة أخيرة كمخرج ومنتج ومصور لماذا تقول المرأة الجزائرية؟ أنا عندي دين للمرأة لأن المرأة هي التي علمتني كل شيء والمرأة التي أعيش معها الآن زوجتي الحالية ستيفاني علمتني أنه لما تعطي الحياة الحياة هدية والحب هدية والنساء دائما يعطينا بلا مقابل أشكرك جدا حميد بن عمرة على حضورك اليوم المميز في برنامجي الحدث ونتمنى لك التوفيق في فيلمك الحزام ترجمة نانسي قنقر